وصل فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية ومعه عضوى المجلس عبد الرحمن المحرمي وعثمان مجلي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية العادية الثالثة والثلاثين التي تنطلق أعمالها الخميس وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضوى المجلس والوفد المرافق ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى شيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ومحافظ محافظة المحرق سلمان المناعي ووكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي وسفير اليمن لدى مملكة البحرين دكتور علي حسن الأحمدي وفي تصريح لوكالة الأنبال اليمنية سبا أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس عن عظيم تقديره للأشقاء في مملكة البحرين بقيادة أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على حسن الاستقبال والتحضير الجيد لأعمال القمة العربية والتي تنعاقد في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد يأتي في مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وتصاعد خطر الميليشي الإرهابية وتهديداتها للأمن والسلم الإقليمي والدولي كما أعرب فخامة الرئيس عن ثقته بأن تفضي هذه القمة إلى مقررات مهمة لمصلحة الشعوب والبلدان العربية وتوحيد الصف وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات المشتركة ويشمل جدول أعمال القمة العربية الذي أقره وزراء الخارقية العرب عددا من البنود تتصدرها القضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك وتطورات الوضع في اليمن وسوريا والسودان وليبيا هذا وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد غادر العاصمة المؤقتة عدن ومعه عضو المجلس المحرم ومجلي وأجرى قبيل مقادرته وعضاء المجلس لقاءات مكثفة مع رئاسة الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمال والخدمي مشددين على ضرورة التعاطي الفاعل مع الأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد وتقديم الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وفي تصريح له قبيلة مغادرته أعربة فخامة الرئيس عن بالغ ألمه للأوضاع والظروف الإنسانية العصيبة والتي فاقمتها هجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنه وأخوانه أعضاء المجلس والحكومة يدركون تماما حجم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك الآثار المؤلمة للاختناقات المتكررة في إمدادات الطاقة الكهربائية مع دخول فصل الصيف وأكد فخامة الرئيس اهتمامه البالغ بحل عاجل لأزمة الكهرباء القائمة وتلقيهاته إلى الحكومة بضمان عدم تكرارها واستدامة التوليد وعدم الركون إلى حلول مؤقتة ومواصلة العمل من الداخل الوفاء بكافة الالتزامات الحتمية للدولة